شهد وزير اللانقل المهندسة كامل الوزير احتفالية بدء تشغيل قرارات السكة الحديدية الجديدة والعربات الروسية الجديدة وكذلك العربات المكيفة والعادية المطورة حديثا حيث أكد أن الوزارة أوفت بعهدها بتطوير السكة الحديدة وكانت هيئة السكة الحديد وزعت عربات أول ثلاثة قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية والصيوت والأقصر وذلك استعدادا لتشغيلها وأدخالها على الخطوط الرئيسة